أهلاً وسهلاً بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة السعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى نشوف نموذج الفرض الأول للدورة الأولى مادة اللغة العربية وهو مشروع الوحدة إذن بالنسبة مشروع الوحدة أتلقوا رابط تحميل جاله يعني أو نموذج تحميل على شكل بداف في الوصف إذن هنا بالنسبة النموذج جال مشروع الوحدة في بطاقة تعارف لصديقي هنا نوحل بطاقة كنكسب فيها المعلومات الديالي الاسم الشخصي، الاسم العائلي، العمر، المستوى الدراسي، اسم المدرسة، ما يعجبه، ما لا يعجبه، هوايته إذن هنا بالنسبة الاسم الشخصي يعني تكسب مثلاً نعطب غير ميتاً مثلاً فاطمة، قلو حد يكسبش اسم إذن الاسم دياله، إذن هنا بطاقة تعارف لصديقي إذن هنا يا الاسم العائلي إذن بالنسبة الاسم العائلي نكتب غير ميتا فقط المدن مثلاً نكتبه العمر مثلاً، ثم في الثالث يعني عايكون عندكم مثلاً سبع سنوات كاللي عايكون عنده مثلاً ثماني سنوات، نكتبه مثلاً ثماني سنوات إذن بالنسبة المستوى الدراسي يعني نكتبه الثالث ابتدائي الثالث ابتدائي، يعني على حساب مستوى الدراسي ديالكم اسم المدرسة مثلا كل واحد يكسب اسم مدرسة دياله مثلا مدرسة مثلا القاضي عياد مثلا رغير مثال مدرسة القاضي عياد ما يعجبه اذا هنا انجز بطاقة تعرف لصديقي اذا هنا هنا كسبنا اسم الشخصي ديال الصديق ديالك الاسم العائلي كل واحد يكسب اسم شخصي ديال الصديق اسم العائلي المستوى الدراسي دياله اسم المدرسة اللي يقرأ فيها ما يعجبه إذن ما يعجبه مثلا يقول يعجبه ولا تعجبها مثلا عطب بنت مثلا تعجبها النظافة تعجبها النظافة إذن ما لا يعجبه لا تعجبها الفوضى مثلا لا تعجبها الفوضى يعني أن تعجبها النظافة والنظام والنظام لا تعجبها الفوضى هوايته ولا هوايتها مثلا الرسم مثلا الرياضة إذن كتبنا بطاقة تعريفية للصديق ديالك يعني كتعرف يعني كتقول الصديق ديالك أشنو كيبغي أشنو اسمو شخصي دياله اسم العائلة دياله شحل عندو من سنة يحل عمر دياله فن كيقرأينا مستوى دراسي اسم دراسة دياله إذن أشنو كيعجبوه أشنو ما كيعجبوش شنو الهواية دياله هذه ممكن تليشارجوها يعني تعملو على PDF وتخدمو عليها هاي مخدومة إذن هذه كتما بطاقة تعريفية للصديق ديالك إذن هذا كمثال أو نموذج لمشروع الوحدة نموذج لمشروع الوحدة ديال مستوى التاليس ابتدائي بنسبة لفرد الأول الدورة الأولى إذن أتمنى أن نكون فتكم شكرا وإلى اللقاء